بسم الله الرحمن الرحيم في هذا الفيديو ان شاء الله رح يكون موضوعنا عن الكامات الكامة زي ما احنا شايفين هي عبارة عن جزء دوار مشبوك معه او موصول معه فلور بدي يحول لي الحركة الدورانية الموجودة بالكام يعني هون انا عندي اوميغا حركة دورانية الموجودة بالكامة لحركة خطية موجودة بالفلور الحركة الخطية ممكن تكون للاعلى او ممكن تكون للاسفل فبالتالي انا بدي احول الروتيشنال موشن الموجودة بالكامة تولينيار او ريسبروكيتنج موشن موجودة بالفلور فبالتالي هذا الجزء الرئيسي هذا اللي هو الكامة بروفايل وهذا هو الفلور انواع حركة الفلور الفلور ممكن يتحرك بيونيفورم فيلوسيتي او سيمبل هارمونيك موشن يونيفورم اكسليلاشن بارابوليك موشن او سايكلويدال موشن الثلاث حركات اللي احنا بنركز عليهم او بناخذهم اللي هم يونيفورم فيلوسيتي و سيمبل هارمونيك موشن و يونيفورم اكسليلاشن هسا احنا بننتبه انه احنا في عنا خلال دوران الكامة وصعود الفلور في عنا اربع فترات رئيسية او اربع زوايا بتكون معطى بالسؤال الزاوية الاولى اللي عبارة عن زاوية الايسنت اللي هي زاوية الصعود فبالتالي في اول حركة من الكام اول حركة للفلور الفلور بديصعد للاعلى فبالتالي عند اول دوران للكام الفلور بديصعد للاعلى بنسميها زاوية الصعود بعدين في عنا الفترة اللي بتكون تقريبا من هون لهون احنا بنسميها دول اللي هي فترة ثبات فبالتالي الفلور بتكون عندها ثابت ما بتحرك عند ارتفاع معي الشوط البعده اللي هو الديسنت الشوط الهبوط ترجع فيه الفولور لمكانه الأساسي اللي كان موجود فيه وآخر فترة هي كمان الدول اللي هي موجودة هتكون هون تقريبا هاي هي فترة الثبات فبالتالي بالسؤال بيكون معطينا ثلاث زوايا أو أربع زوايا اللي هم الزوت الصعود والثبات والهبوط وهي بطلحها بتكون 360 ناقص مجموع ثلاث زوايا المطلوب بالسؤال بشكل عام بيكون أنه أنا أول إشي ممكن أنه يطلبني أرسم أجد الماكسموم في كل شوق وأرسم الكام بروفايل طبعا الكام بروفايل ممكن يكون نوعين يعني ممكن يكون راديل كام وممكن يكون أفسيت كام شو الفرق بينهم الراديل كام اللي هو أنه الفولور جاي على محور تثبيت الكامة فبالتالي هذا محور تثبيت الكامة والفولور جايات على نفس المحور هاي بنسميها راديل كام لو كانت الكامة ابعيدة شوي ابعيدة مسافة مثلا هون كانت الفولور وهون مكان التثبيت هذي بنسميها أوفست كام طبعا للثلاث أنواع خذوا الموجودات الرسمتهم بشكل عام وقوانين بالملف المرفق مع الفيديوهات السؤال الأول على الموضوع يعطينا أنه في عنا كامة بقولنا أنه كام ليفت أربعين مليمتر طبعا هاي الأربعين مليمتر تمثل هل هو قرتي الطول الفولور أو أس اللي هي فبتالي أول إشي يرتفع تسعين درجة أوفكام روتاشن فبتالي هاي أول واحدة اللي هي ثيتا وان نوع الحركة في ثيتا وان بعدين عندي فترة ثبات دول فور دا نيكست 30 درجة هاي هي عبارة عن ثيتا 2 بعدين بقولي دسينز فور دا نيكست 60 درجة فبتالي هاي ثيتا 3 بنخفض 60 درجة التاريات بعدين دول باقي الفترة فترة ثبات فبتالي أنا عندي 360 ناطس مجموحة وظوءة الزوائع هي فترة الثبات معطيني البيس سيركل راديس 40 مليمتر ومعطيني الأوميغا 240 أربعين للكامة أول مطلوب أنه أنا بترسم والفيلوستي والأكسليريشن دياغرام للف واحدة من الكام وبدي أجأجد الفيلوستي ماكسيموم والأكسليريشن ماكسيموم فبتالي ثيتا وان هي 90 درجة وثيتا 2 30 درجة ثيتا 3 60 درجة وعندي الأتش 40 مليمتر وأوميغا بيتين واربعين أربعين أول خطوة بدنا نحول أمية نحكي لرات بير سيكند فبتالي عبارة عن 2 باي على 60 في الميتين واربعين ودساوي 26 أو 25 فاصلة 13 رات بير سيكند ثيتا 1 هاي فترة ثبات يعني ثيتا 2 فترة ثبات لا في إلها فيلوستي ماكسيموم ولا أكسليريشن ماكسيموم هي فترة صفر لأنه الفلور فيها ثابت فبتالي أنا بدي أجي أشتغل على ثيتا 1 وثيتا 3 رح أجي أحول ثيتا 1 لرات رح أجي أحكي أنها عبارة عن 90 في باي على 180 تساوي باي على 2 وثيتا 3 60 في باي على 180 وتساوي باي على 3 في شط صعود عندي فيلوستي ماكسيموم وعندي أكسليريشن ماكسيموم الفلوستي ماكسيموم في شط الصعود يساوي H على 2 في باي أوميغا الكام على ثيتا 1 ثيتا 1 بنعوضها بالراد وأوميغا كام بالراد بير ساكند وأتش بالمتر هي 40 ملي متر يعني 0.04 متر تطلع لنا 1 متر بير ساكند فبتالي هاي أقصى سرعة رح يصالها بالفلور في شط الصعود طيب الأكسليريشن ماكسيموم هي عبارة عن H على 2 باي أوميغا كام على ثيتا 1 تربيع وتساوي 50.52 متر بير ساكند ساكند فبالتالي هايك احنا بكون حصانا الفلوستي ماكسيموم والأكسليريشن ماكسيموم في شط الصعود نيجي على شط الهبوط فلوستي ماكسيموم يساوي H على 2 باي أوميغا كام على ثيتا 3 هون أنا بدأ عوض ثيتا 3 اللي هي زاوية الهبوط ومقدارها باي على 3 بنعوضها بالراد 1.51 متر بير ساكند والأكسليريشن ماكسيموم نفس القانون بس وان أنا عندي تربيع وحط ثيتا 3 113.7 متر بير ساكند سكوير نثبت الأرقام عنا مشال نرجع لهم لما نحتاجهم بدنا نرجع نذكر انه ثيتا 1 وثيتا 3 كانوا موجودين عنا الحركة فيهم هي سيمبل هارمونيك موشن نيجي للرسم هسا احنا من نيجي كان المطلوب الأول انه احنا نرسم الدس بليسمينت والفلوستي والأكسليريشن دياغرام الرسم رح يكون بالطريقة التالية اول اشي انا بدي اهجي اشوف الزوايا اللي كانت موجودة عندي ثيتا 1 كانت 90 درجة وثيتا 2 كانت 30 درجة وثيتا 3 كانت تكافئ 60 درجة و60 درجة هسا طريقة رسمهم انه انا بدي اهجي امثلهم على هذا المنحنة التسعين وثلاثين وثلاثين هسا اذا كانت ان الزوايا صغيرة مثلا ثيتا 1 وثيتا 2 وثيتا 2 وثيتا 3 وثيتا 3 وثيتا 3 وثيتا 4 مثلا باجي بافرض انه كل درجة تساوي واحد مليمتر كل درجة تساوي واحد مليمتر فبالتالي هذا المحور او الصفحة رح تسعى للزوايا هون احنا بلاحظ انه احنا عنا تسعين وثلاثين وستين فبالتالي مجموحهم رح يكون اكبر من عرض الصفحة مش رح يزوط فبالتالي من يجي نعمل لهم سكين رح نيجي نحكي انه كل تسعين درجة تقريبا تكافئ ستين مليمتر الثلاثين درجة هي رح تكون تكافئ تقريبا عشرين مليمتر بالضرب التبادلي عشرين مليمتر والستين درجة تكافئ أربعين مليمتر نفس ما اخذنا بسكيل الفلس والأكسل فبالتالي باجي بقيس اول اشي باجي على هذا المحور بقسمه باخذ ثيتا وان وباخذ ثيتا تو اللي هي عشرين مليمتر وباخذ ثيتا ثري اللي هي أربعين مليمتر اول الخطوة باجي بقسم كل قسم باجي بقسم كل قسم إلى ست أقسام متساوية لأنها فترة ثبات ما بنقسمها بنقسم ثيتا وان وثيتا ثري إلى ست أقسام فبالتالي أول قسم هو عبارة عن ستين مليمتر على ست أقسام بكون كل قسم عشرة مليمتر فبالتالي هاي القسم الأول هاي الثاني هاي الثالث هاي الرابع هاي الخمس وهي السادس وهذا نفس الأشي أربعين مليمتر بقسم على ست أقسام متألي باجي بسميهم من هون بابدأ صفر واحد ثنين ثلاث أربعة خمسة ستة وهون برجع رجوع بالتسمية ستة خمسة أربعة ثلاث نين واحد صفر مشان يسهل علي عملية التوصيل بعدين باجي لهذا المحور بشوف أتش أتش كان قيمتها أربعين مليمتر فبالتالي بطلع أربعين مليمتر وبنصف هاي هذا هو طريقة الحلة سيمبل هارمونيك موشن فبالتالي باجي على أتش باخد طولها وبقسم ها من نص كانت أربعين مليمتر ونص ها عشرين مليمتر بفتح الفرجار من عندي العشرين وبثبته على فبالتالي أنا أجيت على منتصف الأتش اللي هو عشرين مليمتر ورسمت نص دائرة هاي مئة ثمانين مئة ثمانين درجة أنا باجي بقسمها لست أقسام متساوية فبالتالي نص الدائرة هاد أنا باجي بقسمه لست أقسام متساوية هو مئة ثمانين درجة على ست أقسام رح يساوي ثلاثين درجة كل قسم فبالتالي بحط المنقلة بثبتها بالنص يعني بخلي نص عندي العشرين مليمتر وباجي بقسم كل ثلاثين درجة باخذ خط هاي أول ثلاثين درجة هاي ستين درجة هاي تسعين درجة وهاي تقريبا من عشرين وهاي مئة وخمس نفس الاشي بسميهم هاي بدت من الصفر واحد اثنين ثلاث اربعة خمسة ست أقسام باجي خطوط أفقية على طول المحور على طول محور ثيتا بنتبه لازم خليها دائما تكون خطوط خفيفة مشان ما تجريقني وأنا برسم المنحنة ترجمة نانسي خمسة اصلا يعني خط الخط third خط ثم ثانية 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 ضح اثنين خطوط تكون وفقية وعمودية قدر الإ commune فبالتالي هو هيك هون انا حصلت على ست نقاط. باجي وصل النقاط مع بعض الطريقة التالية. هيك انا بكون حصلت على الخط اللي بمثل شوط الصعود او لشوط الصعود. قلنا هي فترة ثبات او نفس الاشي بوصل الخط السادس مع الخط السادس. فبالتالي هي فترة ثبات. الخامس مع الخامس. ووصل كل رقم مع الرقم المكافئ له. هو النفس ايشي انا حصلت. على ست نقاط وهنا الصفر. فبالتالي هو النفس ايشي انا بدي ارجع. انا نزل هيك. فبالتالي هيك هذه هي رسمة. الدس بلاس من ديغراف. حسنا مشان نرسم الفلوستي والاكسليريشن انا دايما باجي. بنلاحظ هون انه انا بلشت السرعة تزيد عندي. بلشت السرعة او بلشت الفولور يرتفع. بعدين بلش ينقض. فبالتالي انا بلشت السرعة تزيد. فبالتالي هون انا عندي تسارع من الصفر لثلاث. ومن ثلاث لستة طبعا. فبالتالي انا بدي ااخد خطين. الخط الاول اللي هو ثلاث بدي انزله عند الفلوستي والاكسليريشن. وبدي ااخد نهاية الفترة كمان انزلها عند الفلوستي والاكسليريشن. هون نفس ايشي رح اجي ااخد بداية الفترة. وراح ااخد ثلاث. وراح ااخد الصفر. بس تخذهم بامتحان هون قلم احمر مشان التمييز. بالامتحان تخذهم بقلم الصاصة بخط كثير خخير فيكون. اول ايشي احنا الفلوستي ماكسيموم في ثيتا وان طلعت عندنا تقريبا واحد. متر بير سكند. في شوط الهبوط كانت تقريبا واحد ونص. متر بير سكند. واحد فاصل واحد وخمسين متر بير سكند. متر بير سكند. فبالتالي هون انا قلنا انه احنا السرعة بتزيد عنا لحد ما نوصل ثيتا ثلاث. فبالتالي. السرعة راح تزيد عنا لحد ما نوصل ثيتا ثلاث. بعدين راح تتناقص لحد ما نوصل الصفر. تمام. فبالتالي احنا من النقطة صفر للنقطة ثلاث عنا تزايد في السرعة. بعدين من ثلاثة إلى ستة عنا انخفاض في السرعة لحد ما نوصل الصفر. في ثيتا تو عنا فترة ثبات. على الصفر فبالتالي هيا الفترة ثيتا ون. دلستي ماكسموم لها واحد. وهاي اللي هي ثيتا تو. بعدين انا عندي اخر اشي ثيتا ثري. منتصفها راح يكون الماكسموم. فبالتالي انا راح اوصل ثيتا ثري هو الماكسموم. اللي هي عند النقطة ثلاث. بعدين راح ارجع للصفر. هيك احنا بكون رسمنا الـ اخر اشي اللي هو الـ احنا حكينا الـ اول واحد كان تقريبا خمسين ونص متر خمسين ونص. حسنا احنا دايما رسمة الـ بتعتمد على رسمة الـ فبالتالي انا لما ابدأ من سفر راح اكون بـ فبالتالي هون انا بدهت بصفر. راح ابدأ من من اكسليريشن ماكسموم. هون انا الـ ماكسموم. معنات الـ راح اكون صفر. فبالتالي راح اجي انزل. هاي الطريقة. كمان نفس الاشي فبتالي انا بسيت اولا لما حسبنا كانت الفلوستي كانت حمسين فاصل ستة فبتالي انا راح اقل خمسين ونص فبتالي انا راح ااخد خمسين ونص لهون ولهون فبتالي زي ما حكينا نفس الاشي انه انا صار عندي تزايد في السرعة بعد ان خفص في السرعة نفس الاشي. راح يسألنا نفس الاشي تزايد تناقص. وهون نفس الاشي خمسين ونص. هاي بالنسبة لثيتا وان. هسا ثيتا كانت قيمها بتختلف مية وثلاثةاش فاصل سبعة فبالتالي انا رح ارجع هون للصفر في ثيتا تو هاي ثيتا تو اللي هي كانت قيمتها الصفر ورح ارجع انزل أبدا من مية وسبعتاش يعني تقريبا من هون رح ارجع أبدا من هون احنا بنلاحظ هون انه انا عندي فبالتالي هون انا يعني رح تكون وهون نفس الاشي تقريبا رح ارجع اخذ ماكسيموم وبرجع بنزلها للصفر هيك احنا بنكون حصلنا على طبعا هادي من هالشروط اللي هو الخمسين والمية وسبعتاش اهم اشي انه انا اشوف انه المية وثلاثةاش فاصل سبعة انه انا اجي اخذ رقم اعلى من الخمسين يعني هاي الفترة تكون اصغر من هاي الفترة وهون مية وثلاثةاش فاصل سبعة متر الفرع الثاني من السؤال مطلوب مننا انه احنا نرسم الكام بروفايل مطلوب لشغلتين اول اشي انه لما يكون عندي اللي هو جايات محور تثبيت الكام والفولور جايات على نفس الاكسس على نفس المحور يعني راديال كام والفرع الثاني مطلوب لما يكون عندي اوف ست عشرين مليمتر يعني محور الفولور بعيد عن محور الكام بمقدار عشرين مليمتر طبعا المرجع الاساسي دايما في الرسم رح يكون اللي هو الايش الديس بليس من دياغرام يعني انا رح ارجع لها بشكل اساسي اول اشي يجينا رسمنا كان ما يعطينا بالسؤال انه البيس رادياس 40 مليمتر فبالتالي انا اجيت رسمت الدائرة نصف قطرها 40 مليمتر وطلعت من هون رسمت الفولور طبعا الفولور ممكن يكون هون ممكن يكون هون يعني بأي مكان انت بدك رياب تخطه بس يفضل انه يكون جاي عمودي هاي 40 مليمتر رسمت الدائرة 40 مليمتر وخط عمودي ثبت الفولور موجود هون اول خطوة قسمت الزوايا بالمنقلة اجيت كانت تيتها وانه عندي 90 درجة فبالتالي ثبت المنقلة ورسمت اول زاوية اللي هي كانت 90 درجة ثاني زاوية بديت من هون بالطريقة هاي كان مقدارها 30 درجة فبالتالي اخدت من الصفر هاي 30 درجة رسمتها واخر واحدة 30 درجة 30 و60 هي 90 فبالتالي انزلتوا والباقي ظل عندي 180 اللي هي لدول فبالتالي هون انا عندي ثيتا ون اللي هي 90 اي ثيتا ون واي سيتا تو ثلاثين درجة وهاي ثيتا ثي الخطوة البعديها باجي بقسم ثيتا ون وثيتا ثري لست اقسام متساوية فبالتالي باجي بالمنقلة هاي كانت 90 درجة باجي بقسمها لست اقسام متساوية يعني كل قسم 15 درجة فبالتالي بأخذ كل قسم 15 درجة بقسمه لست اقسام متساوية وثيتا ثري نفس الاشي باجي بثبت المنقلة بطريقة تارية هذا المحور بثبت عليه محور المنقلة او صفر المنقلة والمركز على المركز وبقسمه لست اقسام متساوية يعني كل قسم تقريبا عشر درجات لانه ستين درجات باجي بوصل جميع الاقسام بالمركز والاقسام اللي تحت كمان نفس اشي باجي بسمي الاقسام بداية من هون الصفر واحد اثنين ثلاث اربعة خمسة ستة بعدين قلنا بنرجع بالاسماء بسلنا ستة خمسة اربعة ثلاث اثنين واحد واخر اشي صفر هسا بنرجع على رسمة الديس بلايس من دياغرام الموجود اللي رسمتها اول اشي باجي بقيس طول اول خط فبالتالي النقطة الاولى الرقم الصفر صفر الاولى واحد باجي بقيسها تقريبا ثلاثة ونصف ملي متر الثانية تقريبا واحد ملي متر الثالثة تقريبا اثنين ملي متر باجي بثبت القيم هون يعني اول قسم قلنا تقريبا كان ثلاثة ملي متر فبالتالي باجي من محور الدائرة من هون على استقامة الخط يعني الخط الاول كان زي هيك باجي ثلاثة ملي متر بحط نقطة البعده كان واحد ملي متر فبالتالي باجع الخط ببعد عن محور الدائرة 1 ملي متر البعده كان 2 ملي متر بقيسهم كلهم الخامس والسادس السادس كان 40 ملي متر السادس نفسه 40 ملي متر بعدين بسي أرجع أرجع بأخذ القيم اللي هي الخامس والرابع والثالث الثاني والأول وببعد من المحور وبأخذ القيمة النقاط اللي طلعت عندي بوصلها بس بحاول أنه ما يكونش فيه عندي في التوصيل زوايا هيك نكون رسمنا الكام بروفايل للنوع الأول اللي هو كان ريديال كام واسمنا نيجي نرسم بالنسبة للأوفست كام بالأوفست كام كان معطينا بالسؤال أنه مقدار الأوفست 20 ملي متر فبالتالي أول خطوة أنا بدي أرسم البيس ريدياس اللي هو 40 ملي متر بعدين بدي أجي أرسم دائرة بمقدار الأوفست كان معطينا الأوفست 20 ملي متر بأجب من 20 ملي متر دائرة 20 ملي متر برسم خط عمودي وبأثبت الفولور اللي رح تكون عندي هون فبالتالي الفرعة اللي قابل كان الفولور موجودة فوق محور تثبيته رح تكون بعيدة ب20 ملي متر أول خطوة أو ثاني خطوة بوصل اللي هو رأس الفولور مع نقطة المركز اللي هو حيصير عندي الخط أو أي تقسيم الزوايا رح يكون بناءا على الخط أو أي اللي أنا رسمته فبالتالي باجي من الخط أو أي باجي بثبت محور منقل على الخط أو أي وباجي بأخذ أول 91 بعدين كمان 30 وآخر إشي 60 بالتالي هاي اول 90 وبعدين عندي 30 وآخر إشي 60 والتالي هاي تمثل تيتا 1 وهاي تيتا 2 وهاي تيتا 3 الخطوة البعديها نفس الإشي باجي بأقسم كل زاوية لست أقسام متساوية فبالتالي باجي بأثبت المنقلة بالطريقة هاي هاي أول 90 درجة أنا رسمتها باجي بأقسمها 6 أقسام يعني كل 15 قسم وآخر 60 هاي موجودة من هون لهون أنا باجي بأقسمها كل عشرة بأخذ خط وبرسم النقاط على محور الدائرة ما برسم خطوة زي قبل لا بأخذ النقاط على محور الدائرة هسا بنا نيجي نرسم نفس قبل رح آجي أخذ من دياغرام الأطوال أول طول كان تقريبا 4 مليمتر الثاني واحد ثنين ثنين فاصل تسعة وثلاثة فاصل سبعة وأربعة مليمتر رح آجي أخذ نفسي إشي بس هون الرسم ما رح يكون زي قبل هون أنا بدي أجي أحاول أنه يكون الخط مماس للدائرة الصغيرة دائرة الأفسد فبالتالي رح آجي أرسم أول وآحد رح يكون أربعة مليمتر بدي أحاول أنه يكون مماسي يعني تقريبا زي هيك وبعده من هون لهون تقريبا أربعة مليمتر البعدي هي نفسي إشيي تكون مماس لهذه الدائرة وبدي أمشي من هون لهون البعدي هي كان في واحد مليمتر تقريبا البعدي هي ثنين مليمتر وبدأ حاول تكون مماس بعد ما رسلنا الأخطوط كلهم والمسافة اللي قلنا من هون لهون هي نفس المسافة الموجودة في دياغرام باجي بوصل وبحاول نفسي إشيي إنه أنا ما يكونيش عندي زوايا هاي هالكام بروفايل لما يكون عندي أفسد بمقدار 20 مليمتر ترجمة نانسي قنقر